بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو ده هنتعرف على موضوع الريفليكشن الريفليكشن هي عبارة عن نسخة من البرنامج انا باخدها لغرض الابديت وبعد كيه ببدأ ارجعها وعمل لها ميرج تاني على البرنامج لنفرض مثلا ان انا عندي مجموعة من الاكتيبيتز خاصة بالسيفل وورك ومجموعة تانية خاصة بالاركتكترال وواحد هي ابدات السيفل وواحد تاني هي ابدات الاركتكترال لو الاتنين العنشطة بتاعتهم قليلة ما فيش مشاكل ان داي ابدات دلوقتي وداي ابدات بعد خمس دقائق عشان اتنين نشاط بس لكن لما تكون العنشطة عددها كبير وانا عايز ان الاتنين يعملوا الشغل برالل على التوازي ده شغال ابدات وده شغال ابدات فساعتها بطلع جزء من البرنامج بسميه ريفليكشن مشابه للبرنامج بالزبط وبديه لبتاع السيفل وجزء تاني مشابه للبرنامج بديه لبتاع الاركتكت والاتنين كل واحد بيعمل ابدات للانشطة بتاعته ويرجعوا هملي وابدأ اعمل مرج الاولاني على البرنامج ومرج للتاني على البرنامج طيب عشان نشوفوا الموضوع ده هنطلع على البروجيكت وهنروح للبروجيكت بتاعنا اللي شغالين علي دلوقتي الاكزامبل ده وهدوس كليكي مين وهقول له كريات ريفليكشن بيبدأ يحمل ويعمل لي ريفليكشن وهنلاحظ ان الريفليكشن دي الاستيطاس بتاعتها بعد وات ايف على العكس اللي فاتت اللي فاتت كانت اكتب دي الاستيطاس بتاعتها وات ايف باعتبار ان انا واخدها عشان غرض معين طيب خلينا نعمل اتنين هعمل ريفليكشن تانية وعشان منساش بس هسمي دي مسلا ايه سي اختصار سيفل مسلا ودي ايه اختصار وانا اتخيل كده بقى ايه انه كل واحد انا عفلت كل المشاريع طبعا انه كل واحد بتاع السيفل اخد النسكة بتاعته وفتحها وعمل اوبن للبروجيكت لقى ايه وبي اهتم بالنشاطين دول بدأ ينفس قال النشاط ايه خلاص بالكامل وتأخر يومين والنشاط بي بدأ 9 اكتوبر والremaining في حوالي 6 ايام والنهاردة 11 اكتوبر فهعمل اف 9 على 11 اكتوبر وهي هقول له schedule بدأ ان هو يابديت النشاط او يابديت للبرنامج فطلع هنا نسبة الانجاز مئة وهنا 25% والاثنين دول 0 وهم جاي اقفل البرنامج على التوازي معاه كان الراجل بتاع الاركتكت كان شغال برضو فتح البرنامج بتاعه ويما جايش ناحية الانشطة بتاعت السيفل راح بس على الانشطة بتاعت الاركتكت وفرضا انه ينفع تشتغل مع السيفل بارل المهم ان هو عمل لها update بدأت وخلصت في معادها وجاء على النشاط التاني اتأخر يوم على ما بدأ والريمينج فيه 3 ايام نخلص 25% وهم جاي اعمل schedule بنفس التاريخ اللي متفقين عليه اللي هو 11 اكتوبر وقال له schedule ويبقى النشاطين حصل لهم update وهم جاي اقفل البرنامج واعطاهولي طيب انا اخدت النسختين من اللي معهم البرامج وبدأت عملت لهم import تاني بقى عندي الشكل ده عندي البروجيكت الاصلي وعندي reflection بعد ما خدتها من الشخص اللي عمل لها update والreflection التانية من المعمالي اللي عمل لها update هبدأ اعمل merge لوحدة واحدة فيهم بقى اوف على الاولانية civil ودوس click يمين واختار merge reflection into source project بيبدأ يقارن ما بين الاختلافات ايه اللي حصل ويقول لي عايز تعمل apply ولا لا هنا لو نلاحظ ده الاولاني ده اللي هو activity a وده activity b اما بالنسبة للنشاطين التانيين ما حصلش عليهم اي تعديل من كبر الراجل بتاع السبل طيب ممكن اعلم على الانشطة اللي انا عايز اعمل لها update لانه ممكن ما بقاش عايز اعمل لكل الانشط لو عايز اعمل لكله هقول له select all طيب هلاقي ان النشاط الاولاني كان not started بعد الوقتي completed قبل المرجنج not started بعد المرجنج completing فبالتالي remaining بدل ما كان خمسة بقى zero والactual start مكادش معروفة لا بقى في actual start والactual finish مكادش معروفة بقى في actual finish نفس الشيء للنشاط به not started بقى in progress لانه مخلصش لسه كان فاضل تمانية لا دلوقتي فاضل ستة الاكشوال start اتعرفت طبعا لسه الاكشوال finish للنشاط لسه under progress وهنا تحت بيقول لي create copy of source project هو طبعا قلقان على source project لان انا هعمل مرج عليه هغير فيه فبيقول لي عايز تاخد copy منه تخليها baseline ولا لأ وبرضو اقتراح تاني هل عايز تاخد منه copy تخليها backup وعطيني المكان اللي انا اسايف فيه ال backup ولا لأ لو انا واسق من التغييرات مفيش مشاكل بس الاحوض طبعا ان انا خلي مثلا backup موجود عندي طيب after merging عايز تعمل ايه keep للreflection ولا delete ولا replace خليها keep بحيث تفضل معي لو انا خلاص متأكد من اللي انا عايز اعمله هدوس على merge changes وهقول ok طيب خلينا نفتح project ونشوف التأسيرات ايه ده project المشروع الاصلي اللي كان المفروض كله صفار لقيت ان دي بعت مية في المية ودي بعت خمسة عشر في المية طيب خطوة جميل اعمل close دلوقتي وايه بتاع المعماري كان جايب لي برضو الreflection بتاعته هدوس كليك يمين merge reflection into source project هيقول لي خد بالك بقى من هنا في ايه مشكلة هيقول لي ايه وبي متغيرين مع ان المعماري مغيرهمش وسي ودي متغيرين والمعماري غيرهم طيب السي والدي مفهمش مشكلة لان هي فعلا كان not started بقت in progress ودي not started بقت completed الشغل اللي عمله المعماري اما الا والبي ودي نقطة خطيرة جدا ليه تغيروا لان هو دلوقتي كان عليهم progress بتاع المدني عمله مش انا لسه عامل update دلوقتي ده البروجرس اللي بتاع السيفل عمله اصبح ان النشاط بقى completed مع انه هو الراجل لما كان واخد reflection قديمة كان مكتوب فيها ان النشاط ايه وبي not started اساسا اصبح بعد ما عملت الupdate دلوقتي اصبح ان هما completed انا دلوقتي في عملية الupdate التانية بتاعت المعماري اكتشف ان فيه update معمول قديم بيقول لي ارجعه لك زي ما كان ارجعه لك صفار تاني يبقى كاني لغيت الشغل بتاع السيفل اللي الراجل بتاع السيفل عمله كاني هلغي الشغل بتاعه وارجعهم اصفار تاني يعني بيقول لي before merging كانت completed ارجعها لك not started ارجعها لك ما بدأتش وبرضو before merge موجودة in progress ليه النشاط بيه هلارجعها لك not started تاني فطبعا هاجي عند النشاطين دول وهشيل علامة المرج من هنا ومن هنا واقول له لأ ملكش ادعوه بدول دول ما عمل لها مصلاة update من قبل كده انت بس اهتم بالنشاطين دول فبالتالي ماينفعش ساعتها بقى انه اختار select تقول لانه هعلم على الانشاطة اللي انا عايزها وهبدأ اضغط على مرج changes وهقول له اوكي كده خلاص البروجيكت المفروض انه هو متحدث هلطح البروجيكت اللي ان الجزء بتاع السيفل بقى متحدث 125 وجزء بتاع الاركتك بقى 125 وده فيه تأخير ده مفهوش تأخير وبكده نبقى اتعرفنا على موضوع الرفليكشن قدم